اشتركوا في القناة 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 اعايز اقول حاجة حلوة كده وانا شغال بيقابلوني طبعا انت عارفوا الجمهور شيف مغازي قولي يا التليفونات دي بيتخش ولا الناس بتكلمك بتشكر فيك جامد انا عايز اقول حاجة حلوة للاستاد المشاهدين بس خلي بالكم التليفزيون المصري والشاشة القناة الاولى والفضاة المصرية المصداقية والشفافية اتعلمني على كده وفتحنا انا هي دي شعرنا والله يا العظيم التليفرد دي بتخش وحب الناس حب الناس ده بيجي من رودا الوالدين رقم واحد خلي بالكم لو انت يعني بارب السمكة وديلها زي ما بيقولوا رودا الوالدين اهم حاجة خلي بالكم ورقم اتنين الواحد يكون مخلص لعمله واللي بيطلع من القلب بيوصل للقلب بسرعة واذا دخل للقلب بقى خلص الكلام هنا لان القلب ده هو الحكاية كلها هو نبض الحياة زي ما بيقولوا هي دي خلاصة الموضوع انا تشكيلة من السيفود معانا على النار بتتحمر التوابلنا ياعم الشيف شوية بهارات لطاف جميل جدا معانا شوية ملح شوية فلفل الكمون والكسبرة الاكلة دي بارئة منهم خلي بالكم ما ينفعش كمون والكسبرة خالص لان البشاميل ما يحبش الكمون ولا الكسبرة يحب الفلفل السود يحب جسط الطيب يحب البابريكا يحب الكاري كل ده احنا عارفينه معانا هنا اواز الفن الحاجات اللي بقولها دي مهمة جدا على فكرة بشاميل او سيفود عموما يحب الكاري او الكوركو اهو معانا كمان شوية بابريكا اهو حلو اوه يعمل الشيف كسبرة وكمون لا مش هنحب زي الفن هنخليهم كده على النار معانا عجلة الجلاش معانا شوية زيت على شوية زبدة مسيحينهم مع بعض اهو زيت وزبدة ده لازم يكون موجود عندنا عشان نعمل الفطيرة بتاعتنا ده زيت وزبدة اهو معانا بالشكل ده كده عشان الزبدة متتحرقش منك او تدي لون مهم جدا انك انت تحط عليها شوية زيت تقليبة دي كويس مع البهرات بنحط شوية بشاميل صغيرين من اللي عندي ده كده اهو والبشاميل اللي يكون بارد السادة المشاهدين علل ولماذا يا عم الشيف لان احنا هنلف العجلة دي جوه جلاش شوفوا الخبرة الطهوية بقى فطالما هنحط الحشوة دي جوه عجلة جلاش لازم تكون باردة متكونش سخنة لان هي لو سخنة هتبوز للعجيلة فكده السوز بتاعي او الحشوة بتاعتي جاهزة باخدها زي ما هي كده عم مشيف وخلاها في كسرولة تبرد شوية لان لسه في تفاصيل جوه الاكلة اهو تشكيلة السيفود البشاميل اللي جامعها كلها مع بعديها اهو بحطها هنا كمان الجبنة بنحطها على تشكيلة السيفود بعد ما تبرد شوية هقول ايه بعد قبل ما اطلع الفاصل عشان حضراتكم بتتابع معي خطوة خطوة السيفود ايا كان اللي موجود عندك خلوه يعد الثلاث انواع يعني يكون ايه تشكيلة من السيفود موجودة منها الرخويات الاشريات اسماك البحر زي ما احنا عايزين بتتشوع النار مع بصل وتوم وشوية بهارات ملح وفلفل وشوية بابريكا زي ما شفنا مع بعض بنعمل بشاميل تقيل شوية لو ما عندكش بشاميل بتحط مع الخلطة دي مع علاقتين دقيق وشوية حليب صغيرين عشان يديك القوام ويتمسكه مع بعض وتسيبها لما تبرد بالشكل ده كده وتجاهزي الزبدة مع الزيت والجبنة بنضيفها للحشوة بتاعتي ولكن تفاصيل الفطيرة هنلف فيها ازاي ونحطها في صانية ازاي الكلام ده هنشوفه بعد الفاصل ورجعنا لحضراتكم بعض الفاصل والتفاصيل لسه معانا واسرار فن الطاهي لسه معانا للسادة المشاهدين تشكيلة من السيفود انت وجيبك يعني ممكن تكون جنباري بس انت كريمة واحدة بنستهل قرمك هلو الكلام؟ اه ايه المشكلة لو جنباري بس يعني مش لي بفطيرة الجنباري تشكيلة من السمك الفليه ممكن الفليه بولت بتاع خيرما زارعنا بتصدره للدنيا كلها ممكن نجيب السمك الهمور الفليه المجمد او الطازق مفيش اي مشكلة مع البصل والتوم زي ما شفنا قبل الفاصل وتشوحناهم وحطينا عليهم شوية بشامل ولفها كده وحطها طبعا دول ثلاث رئات من عجلة الجلاش ادي واحد اتنين تلات واحدة واحدة ولفها براحة كده معايا التفاصيل يا فاروق او 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 ولفها كده براحة او 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 وحطها هل حالو او نفس الموضوع ادي وامل الصانية بزي البقلاوة كده يعطينا نعمل بقلاوة او او وحط السيفود ده كده في الشكلة ده كده او ولفها كده حطيت شوية بقدونس هنا كده ولفها كده او وهكو بالاخيرة اهي بالشكل ده كده مخرجناك جميل الله يبارك لك اهو وحاس على بيدي كده وعندي هنا زي ما قولنا مع بعض في شوية زبدة مع شوية زيت صغيرين واتفانا مع بعض فايدة الزبدة مع الزيت عشان الزبدة ما تتحرقش غير عكس السمنة البلدي السمنة البلدي مش بتحتاج لزيت تتحط معها وناخد يا عم الشيف معلقة كده ونبدأ ان احنا نشرب الفطيرة بتاعتي بشوية زبدة واندخلها الفرن ممكن تحطي شوية حبة البركة وتيب احسن مش شيف اهلا وسهلا ممكن تحطي شوية سمسم على الفطيرة من على الوش اهلا وسهلا انت جودي بقى انت بتعملي لولادك وديوفك وجوزك واهلك وحماتك اكيد هتعملي الاكل حسن منك ده الطبيعي يعني خلي بالك انا بعمل عشان باخد فلوس وبحبكه اهو اهو هلو اهو لو حطيت حبة البركة تبقى انت احسن مني لو حطيت السمسم تبقى احسن مني اهو السمنة والزبدة كده سور الزبدة والزيت على الوش كده اهو ودرجة حارط الفرن عندك يا عم الشيف مية وتمانين هنسأل المخرج اللطيف الجميل اللي انا بحبه انا السؤال اذا جاوب الفطيرة دي بتجي لك الكنترول الفطيرة دي تتحطي فوق اللي تحت يا باش مهندس شي بالمغازة هيقولي دلوقتي معانا معلش التفاصيل الصغيرة دي مهمة جدا معانا صلاتة الجرجير او الجرجير بالطريقة الفلازية او الخلطة الفلازية الرنجة بنجيبها بنقطعها مع الجرجير بناخد البطاريخ بتاعة الرنجة بنضربها في الخلط مع الفلفل المشوي وطحينة وعصير ليمون وزيت زيتون بيبقى عند بوريه البوريه ده خمس حاجات عصير ليمون زيت زيتون بطاريخ الرنجة تشكيلة من الفلفل الملون والطحينة كل دول في قلب الخلط بننزل بيهم على الجرجير والرنجة وقتنا كده هنعمل ايه بنشتغل بزمة شوية فبنشتح التفاصيل وكل تفاصيل الاكلة وكل اسرار رؤية فن ابداع بنشوفه يومي الخميس والجمعة على شاشة القناة الاولى والفضياء المصرية منين يا عم الشيف من ماس بيرو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة